ثم منيجي أحبائي لقضية الطفان طفان في أيام نوح نوح طبعا كارز للبر وتكلم أنذر وحذر الشعب وعلى فكرة كارز مئة سنة إنه الناس التوب لكن للأسف سخروا واستهزقوا وحطوا الله يعني جانبا لأنه شو هي الخطيئة الخطيئة هو الاستقلالية عن الله والانفصال عن الله أبعد عنا لأننا بمعرفة طرقك لا نصر وهذا ما فعلوا فالشر استشرا وحتى كل التصور وكل الفكر من جوة لبرة كله صار شرير فالرب أمر طبعا بالطفان حتى يهلك كل الدنيا طفان عالمي ما عدا طبعا نوح وعائلته ثلاث أولاد وزوجاتهم يعني ثمن أشخاص اللي نجيوا لما دخلوا الفلك ثم الكتاب المقدس بيتكلم عن مجاعات كثيرة مجاعات حتى من أيام إبراهيم من أيام إسحاق من أيام يوسف من أيام يعقوب مجاعات في أيام إشعية في أيام إليا في أيام يؤيل النبي مجاعات كثيرة حتى في العهد الجديد الكنيسة الأولى جمعت تقديمات بسبب المجاعة بسبب القحط اللي صار في أور شليم فهذه كلياتها الكتاب المقدس بيتكلم عنها كضربة إلهية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر